ترجمة نانسي قنقر باحترام ناس كثير؟ ساعات وساعات أحياناً بيدي انطباعي أنه شخص جاد ومناشي شوي بس دا قدامي الكاميرا إنما هو في الحقيقة هو شخص منطلق وانا لو أتعصف فأنا راجل هادي عشان كنا مرضاش أتعصف أتمنى النهاردة أنه يفوك وينطلق معايا بلا حسابات ولا حساسيات لو كنت لطيفة معايا هبأ لطيف معاك لو ما أكنتيش بقى أنت زنبك على جانبك مساء الخير مساء الخير يا خالد مساء النور بشكرك بشكل شخصي انك بتصور النهاردة معانا الانتريفيو لان انا عارفة ان انت لما بتعيش في شخصية بترفض تعمل اي انتريفيوهات وحسألك اللا قاعد قدامي دلوقتي محمود عبدالظاهر بطل مسلسل واحد الغروب ولا خالد النبا ولدة ولدة اكيد جزء منه ومحمود عبدالظاهر وجزء خالد النبا انت راجل بتابع الاحداث ومتفاعل جدا مع السوشيال ميديا علشان كده انا مش هبدأ السؤال اللي انا بسأله لبعض ضيوفي هل انت متابع الاحداث ولا لأ وحدخل على طول في الموضوع خلينا نبص ونشوف الصورة اللي حتكون معانا دلوقتي ليه دعمت الهاشتاج ده وليه انت ضد ترامب لا انا مش ضد هو بالذات هو حكام العالم كلهم تحس انهم مجتمعين ضد شعوب العالم علشان كده انا عملت الهاشتاج ان الشعوب اقوى من الحكام لكن انا بحسها كده يعني انت ضد كل حكام العالم اصلهم مجموعة قليلة كده عايزة تستولي على كل شيء على المال وعلى السلطة وعلى كل حاجة ويفضل بقية العالم فقير وغلبان وجعان كده الصورة التانية عارف مين دي طبعا طبعا دي اعظم ممثلة في العالم طبعا ايه رأيك في موقف هوليوود المعادي لترامب هو مش معادي هو مش معادي خالص هو انت عارفة يا فرعون ايه فرعانك كملي المثل ما لقيتش حد يلمني ما لقيتش حد يلمني يبقى لازم الفرعون يلاقي حد يلمه وهي دي الديمقراطية ما هي هوليوود دلوتي بتلمى ترامب هي بقى تيجي انت تقول انا هعمل اللي على كيفي الديمقراطية تقول له ايه لا ما تعملش اللي على كيفك عشان كده تفضل امريكا دولة متقدمة وعظيمة وما حدش بقى خد دول وحطوهم في السجن ولا حاجة نشوف الصورة الثالثة اه ايه ايه رأيك في الصورة دي اه انا مش فاهم بقى الموضوع ده خالص اعارف الموضوع اعارفه طبعا بس مش فاهم طب ليه ما عندك الشفسير لا ما عندش طب قوليلي افصر ازاي انه حد قاعد ثلاث سنين وبعدين بيطلعوا يقولوا بريء في السجن افسروا بايه وبعدين يسافر على طيارة خاصة لا مش فاهم طبعا مش فاهم لا مش فاهم طبعا خالص وهي دي بقى المشكلة انه محدش بيقول ايه اللي ورا الصور دي احنا غرقانين في ايه بقى في التحليل انت حضرتك تفسري وانا فصر ونقعد بالليل كده كلنا السنتاجات اه اه كل واحد يقول لا ده هو لانه حق لا لازم يتقللنا معلومات كنت منتظر ان يكون فيه تفسير لازم نتمنى الفترة الجاية يكون فيه تفسير لكل الناس ان شاء فيه تقرير حواري هو لك اثار عضو مجلس النواب رياض عبد السبتار الجدل بعد اقتراحه بفرض رسوم شهرية على مستخدمي فيسبوك وان التسجيل على الصفحة بيكون ببطاقة الرقم القومي ورقم التليفون وقلة تتقفل الصفحة المقترح تقابل بحالة من السخرية والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو بعد شوية حد يطلع لك الاكسجين ناخد عليه ضريبة اعتقد من الجماعات الايرابية الاكبر تمويلا هيفرق معاها ان الوادي اللي هيدخل عليهم ده خاصة مع امتلاك النائب لحسابين فاعلين على فيسبوك وهو رد الفعل اللي دفع النائب لتبرير مقترحه بمحاربة التطرف والارهاب هو تقنية وضع هذه النافذة التي تخرج منها تحريض او اعمال ارهابية تؤثر على الامن القومي للبلاد هل المقترح ده فعلا بيحارب الارهاب ولا بيعتدي على الحريات الشخصية رأيك ايه في الموضوع ده رأيي؟ هو دي مواضيع نقول رأينا فيها انا عايز اسمع رأيك فيه مفيش رأي احنا غرقنين في رأيي بقى دي حلزونات قاعدين بياخدونا فيها كده علشان تتحكي حلزونات قاعدين ياخدونا فيها نطلع موضوع لموضوع لموضوع افاد مصر بايه بقى الموضوع ده افادنا في ايه خلينا نسيب الموضوع ده للناس هيا اللي تقرر خلاص خلينا نشوف التقرير اللي بعده نعم تعدد الزوجات موضوع الجدال عليه ما بيخلصش بس الغريب ان ستة تطلق مبادرة بتشجع فيها على تعدد الزوجات بتدي اهتمامها كله للولاد بتدي هي تحمل جوبها خالص مطلوب منه ان هو يقضى مش بس كده ده كمان ليها تصريحات كتيرة بتحمل فيها المرأة مسؤولية فشل العلاقة انت بتقولي لما الراجل يبقى فيه فتور بالنسبة لزوجته يروح يتجوز عليها هو ده الحال طب لما يحصل عندها هي الفطور تخلعه وكتير من اللي بيعرضوا المبادرة دي رجال اوه انا ضدها او لان هي مش مستحبة كمان عموما لانه امرأة وزوجة وحدة تكفي تعدد الزوجات ليه هي كوحدة ومش قادرين ومش مكافين مكنوا على الصالحة احسن ما يكون اتنين ويقعد ايه شيء الهم ويعيه ويطعب هل الزواج ان الراجل يصرف بس على البيت ولا الحياة مشاركة بين الاتنين مقتدر ماديا الراجل صحيحة كويسة وعيز تتجاوز داني ده حقا مع ولا ضد تعدد الزوجات لا انا مش مع ضد يعني اه وشرع ما اندرش اتكلم بس لازم السيدة تسأل الاول الموافقة ولا لا كل السيدات يعني يسألوا انا معرفش انا هتجاوز هتجاوز كم واحدة انما انا مش مع تعدد الزوجات ساس خالد النبا ويطلع ضد تعدد الزوجات خلونا نطلع للفاصل ونرجع نكمل كلام رجعنا لكم مرة تانية وخالد دلوقتي انا عايزة اقرب من دايرتك الصغيرة عائلتك اصحابك وانت يعني نحامل زوم اين بلغة السينما او تراك اين ما بلاش خالد النبا ويعرف نفسك في جملة واحدة خالد النبا ويطلع دا قمة الايجو 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 موافق لا هو يعني مفيش اكتر من كده خالد النبا ويطلع يعني معرف نفسه من اسمه اه اي انسان عبارة عن اسمه والناس بقى اللي حواليه عارفين هو مين ثلاث صفات بتكرون في شخصيتك ما حس في التواضع طبعا لا انا ما بحبش التواضع المزيف على فكرة لما بيكون التواضع المزيف ما حبوش اقول لك صفة مزعجة للناس اني لما اشوف حاجات يعني غلط قدامي بتصدر من حد ما اقولش من اول مرة بس ابقى عارف من اول مرة فاراكم اراكم اراكم فياجي بقى مرة السبعة مسلا اللي حاجة رد الفعل بيبقى مجمع السبع مرات فدي صفة مزعجة جدا طيب بس انا مش عايزة الصفات دي انا عايزة صفة انت بتكرهها في خالد النبوي انا ما بكرهش خالد النبوي ما بكرهش حاجة فيه مش بقولك دلوقتي يعني ما احنا نتكلم ما بكرهش حاجة فيه مش بقولك مناسب جدا للبرنامج فرويد بيقول الانسانية لا تكون سيدة في بيتها يعني الانسان لما بيقعد مع نفسه بيكون عارف نقطة ضعفه وبيجلد ذاته وبيقص على نفسه اه فرويد قال كده اه طبعا اه امت بتقص على نفسك وبتهاجم ضعفك ده هو فرويد قال ان الانسان مش مسؤول عن افعاله وانه الانسان بتطلع على شخصيته الحقيقية في صورة هفوات واحلام فرويد تالت حلقة في حلقات اهتزاز الانسان في نفسه انتي عارفة اول حلقة كانت ايه اه طبعا كان جليليو قال الارض الكروية فقالوا له نعدمها كلهم طب خلاص لا 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 سافدة ده الشمس هي اللي بتلف التاني بقى دارون قال لك الانسان اصله ارد التالت فرويد قال لك انت مش مسؤول عن افعالك خالص عشان كده عمل الكتاب المهم بتاع تفسير الاحلام انت بتلعب معي وعمال تطحل منه وشميل انا برد عليك ياه مش بتكلمين عن فرويد طيب بعيدا عن فرويد خالد النبوي امتى بيلوم نفسه وبيهاجم ضعفه انت عارفة الزاكرة لعنة يعني تقعد تفتكر كده حاجات حصلتلك تبعاية تصلحها ودي بقى يعني بازعل من نفسي بقول لي نفسي لا الماضي ماضي خلص خلاص ما تفكرش فيه ايه اكتر حاجة افتكرتها وزعلت من نفسك وعاية تصلحها عندي الوقت مش فاكر لو اثناء البرنامج افتكرت هقول لك والله مش حدق لا هقول لك والله لا لا ما عنديش حاجة عني انت عمال يمين وشمال ويمين وشمال مش محدد ايه اسوأ احلام اليقظة اللي بتهاجم خلد النبوي اسوأ احلام انه حد عزيز علي يا جراله حاجة دي اسوأ احلام اليقظة اصلاقا يعني مفيش اعز من اعز الناس السايكو دراما اسلوب علاجي بيعتمد على استخدام الفن للعلاج النفسي هل الفن ممكن يعالج النفس الانسانية؟ الفن بيرقي الانسان بيرقي الروح الفن اخر سلمة في عناصر الحضارة التمثيل بيعالجك انت شخصيا؟ ما عرفش هو علاجني ولا مرضني لاني انا كتير قوي بعد اقول طب هو فين الواد اللي كان قبل ممثل يعني فينه دا؟ اختفى؟ راح فينه تقريبا مش يعني نفسي قاعد فترة طويلة كده تأمل لحد ما ما وصله تاني بس نتالي مش هعرف ايه اللي بتفتقده في الولد دا؟ بريق ما عندوش هموم يعني لو قاعد قدام واحدة زي كده خلاص البراءة راحت خلاص؟ اكيد جزء كبير منها راح اكتر دور بتحب تمرسه ايه بعيدا عن الابوة اكتر دور احب مرسه وبيوحشني ان انا مرسه دور الابن نفسك ترجع صغير تاني؟ لا امي بتوحشني طول الوقت ربنا يديها الصحة ولان ابويا مشي بدري قوي ف مأثر مع مامتك مش بتشوفها بالقدر الكافي؟ للأسف يعني بكلمها طول الوقت طبعا وبشوفها اكيد يعني بس بحس انه لا انا نفسي اشوفها اكتر النارجسية كان في المية من انا المبدع؟ النارجسية اولا انت لازم تصدق في نفسك لو ما صدقتش في نفسك الناس ما يصدقوش فيك بعيدا بقى عن النارجسية خدي بالك اصلو يعني نارسيس دا احنا نتكلم من اساطير الغريقية يعني اليونانية فالعالم تطور والدنيا بقت ابسط لازم تصدق في نفسك خجول؟ اعتقد اه بنسبة قد ايه؟ لا بنسبة كبيرة لدرجة اني بفكر مئة مرة قبل ما اجي اي برنامج انت النهاردة فكرت كتير فكرت اه طيب فيه تويتا حارضها لك ونتكلم عليها كل يوم احاول اخلص نفسي من رغبة الامتلاك المادي جهات حقيقي لكن النجاح فيه سعادة حقيقية صحيح تقصد ايه بالامتلاك المادي تحديدا؟ اي شيء اي حاجة مش بس فلوس اي حاجة انتي تحسي حتى الكتاب يعني انا بحب الكتب جدا بس نفسي لما قرأ كتاب قديه لحد ليه؟ لانه خلاص قريته بقى قديه لحد تاني ينتفع بيه انما انا بحب المكتبة وبحس لسه اني عايز ارجع للكتاب اللي كنت قريته من عشر سنين لكن نفسي اتخلص الزهد الزهد قوة انت ممكن تعمل دور بنص الاجر او من غير اجر خالص لمجرد ان الدور عجبك لدرجة معينة اه انا مضيت حديث صباح والمساء من زمن قوي على بياض عشان اعمل داود باشا دلوقتي وانت نجم كبير دلوقتي حصل حصل امتى مش مهم يعني مش عايز اخلي الناس يستغلوا الحتة دي يستغلوها وفي نفس الوقت يعودوا بقى يقولوا المنتج الله شمعنا انت بقى قدرت بتقاوم ازاي رغبة الامتلاك المعناوي زي الحب مثلا زي الابوة بقاوم رغبة الامتلاك اه دا سؤال حلو جدا اني ماكنش متسلط يعني ما اقولش الابني انت لازم تعمل لا لا ناقشني نتناقش نتكلم لازم اربي ولازم اقول ولازم لكن في مناقشة واسمع لو ما سمعتش ابني مش حيسمعني انت عندك ثلاث اولاد ايو اعمارهم ايه ولا مش حابب تقول عشان ما تكبرش بصراح مش حابب اقول بس هقولك اقول كريم ونور تسعة عشر سنة هما توأم هما توأم ربنا يخلي و زياد زياد ثمان سنين اكتر حد شبهك فيهم مين ام شكلا ولا شكلا وموضوعا هما التلاتة فيهم مني شكلا الاول وشكلا وموضوعا شكلا بالشكل كده اكتر واحد كريم وبعدين زياد وبعدين نور موضوعا زياد زياد اكتر حد شبه خالد بالزبط طب انت نفسك ما يبقاش شبهك في ايه او ما ياخدش منك ايه اللي يشوفه وحش فيه ما ياخدوش يعني هو هو شخصيا اللي يشوفه وحش ما ياخدوش فيه ابن بيشوف حاجات وحشة في ابوك طبعا امم انت شفت ايه وحش في ابوك ابويا مش شفت ايه وحش فيه الله يرحمه كان راجل عظيم جدا انما شفت فيه شيء انا رفضته زي ايه السلطة بس ده اداني فرصة ابقى متمرد نبص الشاهدة دي ونرجع نكمل كلامنا صديقة للعيلة لعائلته لي ولمراته يعني بروح لهم لبيت وبزورهم وهي عشرة طويلة معا انه عمرنا ما اشتغلنا مع بعض لكن فيه عشرة فنية طويلة خالد قارق وبيقرأ كتير جدا ملتهم للكتب ودي حاجة انا بحترمها فيه ويمكن دي تجمعنا وفي نفس الوقت هو واخد المهنة دي كمدرسة مش بس كمهنة هو بيتعلم طول الوقت هنود حبيبة قلبي هنود ده يعني قريبة منك جدا يعني من الناس اللي نروح لبيت وهم يبقوا لبيت وهند يعني مش عايز ارد الكلام هي كمان قارئة وهي كمان شخص جميل جدا لأ ممثلة مميزة الحدي وبعدين عندنا أشياء يعني فيه أقدار يعني مثلا احنا كنا في مهرجان في جنوب إفريقيا في الأول خالص بقى كنت أنا عاملة المهاجر وهي كانت عاملة صمت القصور وبعدين أنا أخدت أحسن ممثلة وبعدين قالوا لي هتسلم جائزة أحسن ممثلة فكانت هند صبري الزوجة في حياة خالد النبوي كلمنا عنها أهم شخص يعني أهم شخص أهم شخص في الحياة اليومية يعني أنت في حياتي طبعا أهم شخص أهم شخص في الحياة اليومية لكن مش بشكل عام في كل حاجة بس كمان الحياة اليومية ما دي أنا اللي عايش هطول الوقت بمعنى ليه قلتلك في الحياة اليومية ليه قلتلك كده عشان أمي مهمة قوي تفهمت زي فإحساسي أنه الست في حياتي أهمهم أمي وزوجتي مونة مراتك بتعاني منك في إيه بسبب شخصيتك الصعبة أولاً أنه يكون قليلي الكلام وده مزعج جداً خصوصاً بعد ما تعد شهر في سيوة مثلاً في التصوير فتيجي ده مزعج كتير نتكلمش خالص كلمتي هي آخر كلمة في البيت آخر كلمة في البيت تبقى كلمتي حاضر يا فندم حاضر يا فندم يعني هي ست السيد أه لا حاضر يا فندم حاضر يا فندم أنت تيجي مع السيدات لازم تبقى حاضر كده طيب بما أنك بتعمل مسلسل عن رواية لبهاء طاهر العظيم في رواية كتبها وفيها جملة لفتت ناظري جداً لو إن الناس كالزرع ينبتون معاً ويحصدون معاً فلا يحزن أحد على أحد ولا يبكي أحد على من يحب نفسك ده يكون حقيقي آه بس ده صعب جداً ده مستحيل عشان كده هو وهو بها طاهر العظيم دي فأني يا رواية شرق النخيل آه لا هو آه طبعاً يا ريد في شهادة تاني عايزة ورهيها لك تفضل بحقيقة أسوأ موقف أنا بتذكره لخالد من الناحية الشخصية آه هو مرض أخوه آه أخوه مرض فجأة وأخوه كان شاب صغير وكان بيشتغل معانا وكلنا عارفينه قديش هو إنسان دمته هيك لكنه هو أخوه وخالد كان كتير يحاول إنه يكون متماسك لكن كنت أحس أنا لأنه هو صديق عزيز علي كنت أحس قديش هو تعبان وقديش هو حزين من جوا لكن هو مضطر لأنه هو تقريباً رب الأسرة كلها إنه يتماسك ويورجي أخوه إنه قوي وهيك ليالي بدر دي دي كمان صديقة عزيزة جداً جداً وست بقى طول الوقت تطلع طاقة إيجابية تروح تعمل يوجا وتعمل ميديتيشن ودايماً مبتسمة ودايماً تضحك والناس دي لطيفة في حياتنا أوي 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 طي ما تعمل زيائي خيرت أوي 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 مين قالك ما بعملش بعمل وانتي قلت حاجة تضحكني وأنا ما تحكتش لا مش بتكلم عن تضحك أعمل يوجا بعمل مين قال ما بعملش بتعمل؟ ما تفكرش قبل ما ترد علي ما فكرش أيوة لا ده موضوع بقى خليك عفو يا خالب أه انتي عارفة ربنا قال لنا قفل هتعقلون وقفل هتتفكرون وأمرنا باستخدام العقل انتي عايزيني باستخدامش عقلي خالص يا أنا ربي الموقف الأصعب اللي مر في حياتك هو رحيل أخوك آه طبعا الله يرحمه طبعا بتفتكره ازاي؟ بفتكر حاجة عظيمة فيه هو اللي علمني ان انا فكر في الآخر قبل ما فكر في نفسي هو اللي علمني دي لانه كان بيفكر فيي وفي اخواتي قبل ما فكر في نفسه آه وكان دمه خفيف جدا وآه لا هو هو أول لانه هو اللي بعدي على طول فهو الزكريات الأولى الضحكة الأولى التعب الأولاني آه كل حاجة بدأت معاك ربنا يخلي لك عائلتك وما يحرمكش منهم أبدا خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع خالد النبا ويستنونا مرة تانية رجعنا بعد الفاصل خليت خلينا نوسع الدايرة شوية أنا والفن فيه تقرير نشوفه مع بعض ونرجع نعلق عليه فضل مشواره مليان بالمطبات الفنية زي ما هو مليان بالنجاحات في مصر وبرا مصر مشكلة خالد أنا مش راضي يسيب مصر ويروح يقعد في أمريكا شوي ولا يقعد برا شوي ها هي مشكلته لأنه هو مرتبط في بلده خالد اتوجهت ليه اتهمات بالتطبيع الفني بس عارف يخرج من المشكلة ممكن ما يكونش خالد هو نبن الشباك الأول بس المؤكد أن خالد فنان مهم عمل الكتير ولسه مستنين منه الأطفال عجبك التقرير يعني ترددت ليه لا بشوفه الأول مرة بس أنا يعني بس عايز أعلق على حاجة فيه بالعكس أولا أنا مش عمري ما حسيب مصر ليالي حبيبتي بتقول يعني أنا محلي جدا وبحب بلدي جدا ولسه عندي كتير عبر به عن الناس وأقدمه للناس إنما الحاجة التانية فكرة النجومية أنا عمري من شغلت أني أكون نجم أنا دايما مشغول أصنع نجم يعني لما أعمل المهاجر ورام يبقى نجم أنا بسط لما أعمل المصير والناصر يبقى نجم أنا بسط لما أعمل الديلر وعلي الحلواني يبقى نجم أنا بسط لما أعمل نديم فخري ويبقى نجم في مسلسل مريم أنا بسط لما أعمل داود باشا في حديث صباح والمساء ويتحول عند الناس داود باشا إلى نجم أنا بسط يعني دا اللي كان شغلني من الأول والحد اللحظة دي أنا اللي شغلني النهاردة محمود عبدالظاهر في واحد الغروب مش خالد النبو لو أنت قاعد دلوقتي بتتفرج على التلفزيون أنا عارفة وعندي المعلومة أنت ما بتحبش تتفرج على نفسك خالص في أي فيلم بس بقول لو إيه الفيلم اللي لو جي على الشاشة بتقلب المحطة على طول مش عايز تتفرج عليه ما بقلبش حتى بقوم أي فيلم ما أنا بشوفش أي فيلم ليك أنت أي فيلم حتى لو المهاجر مثلا مع يوسف شايد أي فيلم مش عايز أرجع للحظة في الماضي أبقى نفسي أصلحها دلوقتي لأن الموضوع خلص في حاجات عايز تصلحها دلوقتي في تاريخك العدة أكيد كله كله؟ أكيد كل الأفلام مش عايز أصلحها يعني أنت متدايق منها أكيد جوه كل فيلم بمعنى يعني أنا عمري ما وصلت في أي فيلم للي حلمت بيه للدور ده أو أي مسلسل يعني بحلم أوصل حاجة أنا اللي حسها وأنا بشتغل عمري ما حسيت أن أنا وصلت للي حلمت بيه أكون أقرب أحيانا أحيانا أقرب بس الظروف بتكون فيك أنت ولا في اللي حواليك إنتاج إخراج لا كله العمل الفني عمل جماعي تبدو متقدريش تحكمي على فنان إلا تقولي طب مين المخرج طب مين المؤلف طب مين الممثلين اللي هو معاهم طب مين مدير التصوير كده فيه فيلم عايز تمسحه تماما من بابه؟ لا لا أبدا أسروق الفيلم مش بتاعي أنا مين عشان أمسح لمية وخمسين واحد فيلم الفيلم ده فيه مية وخمسين شخص مش هما الفيلم مش الخمس ستة وممثلين مين من النقاد حسيت بوضوح لما بتقراله إنه بيكرهك ما بحبش أقول أسماء ليه؟ ما بحبش مش عايز تكبرهم ولا ولا عايز تتجههم لا ما بحب بحب أفتكر دايما الحاجات الحلوة يعني أحب أفتكر الأستاذ سامير فريد هو ما قالش عني دايما حاجات حلوة قال عني بس على الأدوار مش عني أنا بالذات قال يعني انتقدني في أدوار وقال علي حاجات عظيمة في أدوار تاني أحب أوي أفتكر الأستاذ سامير سلاموني الله يرحمه الله يرحمه يعني مات بدري قوي بس أنا قابلته بدري أوجي قابلته وأنا طالب سنة تانية في المعهد أما عملت ليلى عصر حبقا أفتكر سامير نصري كده يعني فيه ناس لا فيه ناس حلو أول الكتب بسكندريا كمان وكمان مع يوسف شاهين كان موجودة كان موجود كان موجود في الفيلم تيجي نشوف الشهادة الجاية واشوف رأيك فيها فضل فضل أنا رأي أنه مشكلة خالد النبوي أنه لا يرى نفسه أو إذا كان يراها حقيقي فهو لا يريد أن يواجهها مش عارف مين الصح فيهم الحقيقة هو الوحيد اللي قدر يجيب على هذا السؤال مشكلة خالد اللي هو بيعنيها وطرح نفسها بقوة عليه أنه ليس نجما جماهيريا النجم الجماهيري ده جزء كبير منها ليست مواعبة فن أداء لا جزء كبير منها قبول يمنحه الله ربنا السماع إلى بعض الناس مش كل الناس ردك إيه على الأستاذ طريق الشناوي طب علشان ردك هل بتشوف باقي الشهادة؟ آه طبعا طبعا أتصور أنه من وجهة نظري حتى الآن أنها عالمية ينطبق أو تقع تحت عنوان الإكذوبة ليست عالمية العالمية أنك أنت اسم يعرض لك العالم وإذا كنت أنت في مصر لما بتعرض أفلامك ما بتنجحش يعني لما تعرض المواطن في مصر هالحد يعتقد أنه جاب أي إرادات إطلاقا إطلاقا فالعالم بقى حيجروا وراك فأنت غير متحقق محليا فلا أنت سيع أن تتحقق عالميا أنت بتعيش وهم العالمية فعلا؟ لسه في حاجة كمان لو عندك بس تكملوها عشان أسمع الباقي اللي بسمعه من 18 سنة فخليني أسمع أكمل وبعدين إيه؟ أقول لك ردي بمنتهى المصر بس كده؟ متأكدة؟ متأكدة كويس كده؟ أنا نفسي أريحه من 18 سنة نفسي الكلام عايز أريحه طب أنتوا جايبيني هنا ليه؟ عشان أنت خالد النبو ممكن أكون وقف عليكم بإخسارة ليه جايبيني؟ نفسك تقوله إيه بعد 18 سنة؟ لا هو أنا اللي حس دلوقتي أنا لازم عيد السنة يعني تحس أن الواحد صائد سنوية عامة ولازم عيد السنة تتحكي؟ لا لا متتحكيش أنا بقولك عيد السنة كتير تشوفيلي مدرسة تقبلني عيد فيها السنة وخلاص الحقيقة أنه أنا بالنسبة لي الكلام ده صفر على الشمال وكلام شخصي والمشكلة عند النوع ده مش عندنا النوع ده؟ أنا عمري ما قلت عن نفسي قلت سنة مش حشخصاً الأمور مش بتكلم عن شخص النوع ده هو اللي عنده مشكلة يعني أنا قلت يا سيدي أي حاجة عن نفسي معيني ما قلتش بس أنا 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 بطليموس الأول أنا الملك زوسر أنا مينة موحد القطرين أنت مالك أنت مالك أنت بقى تعرف أنا عملت علي الحلواني في فيلم الديلر إزاي؟ ما تعرفش عشان كده ما بتعرفش تكتب عن الدور تعرف أنا عملت المهاجر إزاي؟ ما تعرفش عشان كده ما تعرفش تكتب عن رام ما تعرفش تحب رام يعني أنا الحقيقة اللي شفت أنا مش بتكلم عن أشخاص مش شفت الكراهية طالع المشكلة عند الناس دول مش عندي أنا عشان كده بيبقوا صفر عشما ما يعدوش الأرقام اللي تعد بقى بالنسبة لي أنا هي الأسماء اللي انتي قلت عليها طول الحلقة هي صالحة بوسيف محمد عبد العزيز يوسف شهين هي ريدلي سكوت ومولي سميت ودوك لايم وسام كادي بتاع المواطن هي الحد محمد علي وكملة بوذكري هي المنتجين هي بالترتيب كده المنتجين اشتغلت معهم في السينما زي مونة الصاوي وجابي خوري وعلي كده جمال العدل الناس دي بتصنفوا من أي نوع لا أنا ما بصنفش الشخص إنه ما حبش أتكلم عن الشخص بس النوع ده يعني بصراحة أنا بحس إن الكلام ده أكبر دليل على إن التعليم تدمر في مصر يعني تحسي حد طب أنت تعرف ما أحدي لك حاجة زيارة خالص طب إيه اللي أنا زرعته في شخصية علي الحلواني في فيلم الديلر في أول مرحلة تخلي الناس يصدقوا إن أنا أقول خطبة بالروسي في آخر مرحلة ما يعرفش طب إيه النظرية اللي أنا اشتغلت عليها وأنا بعمل نديم فخري نديم فخري إيه المفتاح بتاعه اللي أنا اشتغلت عليها عشان الشخصية تطلع كده ما يعرفش لأنه هو مهموم بالشخص هو أنا حاسس إن أنا شبح بتلع له في الظلمة و18 سنة يعني المرة حتة من دي وبعدين أروح أمس البرة يضيف عليها العلماء وبعدين مين قال إن أنا عندي مشكلة المشكلة عندكم إيه الحقيقة لو سيد طريق الشناوي بالنسبة لنا ناقد مهم علشان كده كان يهمنا إنه نعرض رأي ونشوف رأيك الشخصي في الانتقاد ما عندي صفر على الشمال يعني نعمل له بعد الحالة الأولى من سبعة روح كان فيه هاشتاج بيقولوا نخلد النبوي ممثل أوفر بعد كده تصلحوا معاك الناس بس في الأول لديت انطباع إنك أوفر لا هقولك ليه أنا بقى اللي أقولك لأن أنا كمان بشتغل بدراسة أول مشهد أنا بعمل مقدم معتز قضية والراجل اللي مسكه حياخد إعدام بسبب إن فيه واحدة ماتت وخلص القضية وعرف إنه مريض فرح استقال بيجي له تليفون بيشك في الصوت بيروح يقبل بالنسبة لي أنا معتز الفراموي أنا عدت سنة بالنسبة للمتفرج بيشوف الحلقة الأولى فبنله كده يفهم بعد كده أنا أعمل اللي أنا متعلمه بيقول بلياتشو قال إيه بس فايدة فنوني وتلات وقق مساحي بيلونوني والطبل والزمر وكتر الجعير إذا كان جنون زبوني زاد عن جنوني ما نفعش اللي بتفرج عجب ما نفعش اللي بتفرج علي يبقى جن مني وما أقدرش طول الوقت أحط المتفرج في دماغي ما أقدرش هل سقف خلد النبوي أعلى من كتير من المخرجين كده أنت بتتقلق مع صلاحة بوسيف يوسف شهين ريدلي سكوت لا 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 يعني مع عمري ما فكرت كده عمري ما فكرت كده إنما هو يعني سقفنا كلنا في العالم العربي منخفض كلنا مع بعض كلنا كلنا طبعا طب أنت شايفة العالم العربي ولا مش رغضي بالك في أخد بالك أكيد في حد فينا في العالم العربي سقفه عالي كلنا سقفنا منخفض لأن العالم العربي حول الله في أمك لا يوجد سقف في فيديو عيزاك تشوف فضل أمريكان يقدرون يطلعون من الحدود ويتم صدقون يمحوك فد عيونك زين وذناتك هم جماعتك لأمريكان دي ساحوك تلحق تلحق هذا قبلنا الوحيد قلت أن الأدوار قلت أن الأدوار جات لك بالطريقة الشرعية العالمية غير المتابعة في مصر إيه الطريقة دي يعني إيه غير المتابعة في مصر إنت اللي قلت كده لأ يمكن العالم بيعمل كاستنج يعني إيه كاستنج يعني يقول والله أنا عايز مجموعة ممثلين معينين يقروا مشاهد من الدور الفلان فيقوم يشوفك على الشاشة تسلوحي للدور ولا لأ وبيعملوا ده حتى مع النجوم مصر مفهاش كده مصر الاختيار فيها عشوائي يعني ممكن اتنين ممكن حد مثلا يرفض شخصية يجيبه حد تاني خالص ملوش علاقة بتركيبة الدور إنما ده اللي أصده إنه إنه حد بيكلمك في التليفون بيقولك عايزك تقرأ مشهد من شخصي في فيلم تقرأ بعد كده أرى السيناريو عجبني أعمله لو عزوني يعني تقبل تعمل كاستنج في مصر وتترفض لو مصر ماشي كده ولو في مخرج بيعمل كده قلت السينما المصرية بتعاني بشدة إيه السبب؟ لا أنا ما قلتش كده أنا طبعا كلنا بنعاني قلت عندي سكرين شوت لا يعني بمعنى إيه لا ما أنا مش حا يعني ما تخفيش يعني مش حتى تقوليش ما قلت يعني مش حتنصل من حاجة يعني لا ملقيش قوي يعني في الحكاية دي إنما ما بقولش التعبير ده إنما أقول إنه ما فيش مناخ سينمائي ليه؟ ما فيش في مناخ تلفزيوني النهارده المسلسل بياخد اهتمام أكبر بكتير من أي أنا حقولك لو في مناخ سينمائي واحد الغروب تتعمل فيلم كان نفسك تعمل فيلم؟ طبعا 100% لكن أوكي المسلسل النهارده بقى حجم الضوء اللي عليه أكتر من حجم الضوء اللي على الفيلم وبقى هو البورصة بتاعة النجوم أكتر من بورصة السينما والمنتجين عايزين يدخلوا في الدراما التلفزيوني أكتر كده لكن ما فيش وقى ما فيش مناخ مصرحي كمان طيب خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا زي ما أنت عايز يلا بينا نطلع لفاصل رجعنا مرة تانية بعد الفاصل خالد النبوي الفقرة دي اسمها أنا والآخرون بتهمك صورتك في عيون الآخرين ولا ده شئ نسبي على حسب هم مين لا أنا بيهمني الآخرين عموما يعني هموني أخاف عليهم أقلق عليهم مش عايزة دايق حد مش عايزة زعل حد كده لكن ما غيرش نفسي عشان حد أبرز الأحكام الأخلاقية والعرفية والاجتماعية اللي نفسك تسحى الصبح ما تلاقيهاش لا أنا نفسي أني ما لاقيش العدالة بتتأخر يعني نفس العدالة ما تتأخرش أبدا عن أي إنسان يعني كان السيدنا عمر بن الخطاب بيقول لو تعثرت شاهن بالعراق لا سؤل عنها عمر لو معزة اتكعبلت في العراق وسيدنا عمر كان في مكة أنا أتسئل عليها الحاجة كمان اللي نفسي فيها إن الناس تطبق آية قرآنية عظيمة جدا إيه هي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم صدق الله العظيم يعني ده اللي بيخلي خصوصاً الشباب يحسوا إن فيه يحسوا بالاكتئاب بشكل شخصي أنت بتوعاني إن أنت مش أخد حقك حاسس إن أنت مش أخد حقك عمري ما فكرت أنا ما أخدش حقي أقوم أخده بإدراعي عمري ما فكرت حصل قبل كده ولا وكل بقول لك عمري ما فكرت إن شاء يحصل وقوم وعمل مجهود قد اللي عملته 500 مرة فيه صحفي قال إن خلد النبوي كان جنتلمان مع هيفاء واهبي في مسلسل مارين لما أنت قبلت إن اسم هيفاء يجي قبلك هل ده صحيح ولا دي حسابات سوق بصي ده سؤال كويس أنا السوق مش عايزه أبداً يمنعني من دور حلم يعني حتى لو أنا شايف اسمي الأول فيه لحظة من اللحظات مش طول الوقت يعني فيه لحظات شلت اسمي خالص ده في الديلر اه مش هتكتب اسمي مش هتكتب مظبوط تشيله اسمي ويبقى علي الحلواني جوه الفيلم كويس عبس هم ساعتها شالو اسمو كنتو التلاتة لا لا اسمي أنا بس اسمي أنا بس لأن ده عقد أنا مضيت عقد مع الله أرحمة الأستاذ سامي العدل وأنا شفته زاكي جدا يعني إحنا عايزين نشتغل مع بعض وكل المجموعة المنتجين عايزين نشتغل مع بعض و وأنا هنا مدين لمدحة العدل لازم أقول لأنه في لحظة من اللحظات مدحة قال لي أنا مقدرش أشوف حد غيرك في الشخصية وكاتب شخصية حلو قبل فقلت له طيب فجاءت الفكرة إنه أوكي وأنا كمان عايز أبقى معاك وكلكم حبيبي أحمد بكله بس تشيله اسمي أحيانا بقى أنت بيقول لك والله الدور موجودة هو بس فلان جي ومضى تقول له طيب نلعبها بالذات بقى لو بتتكلمي على ماريم أنا لعبتها بطريقة المسرح النجمة في المسرح بتقدم إمتى إمتى آخر واحد فأنت حبيت إن أنت تكون مش أول واحد فخليته آخر واحد يعني ما تنازلتش برد لا تنازل ليه مين اسمه حيكتب الأول في واحد الغروب أنت ولا منا شلبي ممكن ما أجاوبش على السؤال أسيب جمال العدل هو اللي جاوب والحاجة اللي عايز أقول هالك إنه أنا مبسوط إن من إن شاء الله بيبتعمل دور كاترين في الرواية مبسوط جدا جدا ومبسوط جدا إن كاملة أبو ذكري هي المخرجة ده من حظ واحد الغروب لأنه الأستاذ بهاق طاهر كتب الرواية في خمس سنين حقيقي واحد الغروب كان تستاهل كاملة أبو ذكري وده حلمها لما المخرج بيبع عنده حلم بيطلع أحلى بكتير يا رب من إنه المخرج يتقال له تعالى خرج لنا ده ومبسوط جدا إن اللي بينتج المسلسل لأستاذ جمال العدل وأنا لقوا جامل أحدا خالص على لقد أنا مش مجامل أنا بقول حقاية وعايز أقول له يا أستاذ بهاء أستاذ بهاء طاهر أنا بشكرك على الرواية إن كدتنا رواية نحس إن إحنا بنعمل شيء له معنا حقيقي نشوف التقرير اللي جايب بالفترة مسرحية كامب ديفيد بتحكي عن التلاتين يوم العصيبة اللي تمت فيها المفاوضات بين مصر وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة وعلى مدى الثلاث سنين اللي فاتوا قام الفنان خالد النبوي بدور الرئيس الراحل أنور السادات في المسرحية اللي لقيت نجاح كبير وإعجاب النقاد في واشنطن بوست برودوي وورلد وطم تغطيتها في البي بي سي وسيانا المسرحية انتقدت في مصر من قبل بعض الصحفيين وخصوصاً الصحفي عمر شاوي اللي شاف إن المسرحية أكيد مكتوبة من وجهة نظر أمريكي السيدة جهان السادات اللي حضرت العرض أشادت بالمسرحية وبأداء النجم خالد النبوي خالد النبوي عمل دور من أروع ما يمكن هو كمان آسى لأنه في حاجات كانوا مش عايزينها تطلع أصر إنها تطلعها لأنها حقيقة تحب إن المسرحية بيعاد عرضها في مصر؟ ولا خايف من ردود الأفعال؟ لا أتمنى أتمنى إنها تعرض في مصر لأنه صورة مصر عظيمة جداً في المسرحية وإيه ما عاملهاش؟ أيوة مش خايف إن هما يتهموا خالد النبوي بالتطبيع؟ مين دون؟ ما تخليني بقى كويس معك؟ مصرحية يعني صورة مصر عظيمة جداً صورة الرئيس السادات في المصرحية عظيمة جداً وإيه ما عاملهاش؟ الأجيال الجديدة وده كان حرصي أنا إنه وهم بيتفرجوا في أمريكا النهاردة يشوفوا بعد كل هذه السنين إن مصر دولة لها حقوق إنها دولة مش معتادية بل يتم الاعتداء عليها كده وإنه من يمثل مصر على المصرح العالمي كشخص رئيس السادات له ثقة عظيمة موقفك المعادي للتطبيع بعد فيلم لعبة عادلة خلي الناس ما تطلبكش بره؟ ليه؟ أنا جالي حاجات ورفضتها وعملت مصرحية كام ديفيد بعد الفيلم مش حايزة تدعي بطولات زائفة لكن لكن خلينا أقول حاجة تانية فضل أنا قابل جوه وبرا أدفع ثمن اختياراتي أدفع ثمن مواقفي بس قعدت ست سنين من فير جيم لحد المواطن أحدش بيطلبك ولا فكرت في اللي انتي بتقوليه ده خالص ما فكرت فيه؟ ولا يعني ولا حاجة بشتغل أنا أنا بشتغل أنا حديلك حاجة صغيرة ودي مسألة حصلت قدام حد من واحد الغروب قريب إنه أنا جيت عندي مطلوب في حاجة أعملها في أمريكا بس التصوير هيكون من أكتوبر لحد يونيا نفس مرحلة واحد الغروب خلاص وحاجة مهمة جدا ودور مهم جدا واعتذرت الموتها البساطة فضلت تعمل واحد الغروب طبعا أنا راجل محلي جدا جدا فوق ما أنت تتحكي على إيه فوق ما أنت تتصوري محلي وصناعة أنا صناعة مصرية صناعة أمي وأبويا صناعة أساتذيتي في المعهد صناعة أساتذيتي اللي اشتغلت معاهم أنا صناعة العمال دول لقاعدين دول إيه اللي انت باعي لخايف الناس تاخدوا عنك بعد ما قربنا منك بدرجة كبيرة في حلقة النهاردة مش خايف خليني أتفاعل مع اللي الناس عايزاه خليني أتفاعل مع اللي يقولوه ويعني ما بخافش ليه كنت قلقين قبل الحلقة؟ قلقين على طول على طول قلقين على طول قلقين لإني الجمهور بالنسبة لي شيء كبير جداً والوقت شيء مهم جداً أنا ما حبش نعبي الهوى بفراغ أكره جداً لحكاية دي فيمكن ده تقولي جد بقى بتاع إنه بسبب إنه حتى لو هنسلي الناس نقول لهم حاجة حلو نعمل حاجة لطيفة إنما النهاردة حقيقي الهوى المتعبي بفراغ كتير مش لازم أنا زود بقى الفراغ جوه الهوى ليه دايماً بتعمل مسافة بينك وبين الناس ودايماً عامل حاجز ولازم تطلع بميكب ما بتكونش خالد النبوي أو بمعنى أصح بتبقى لابس دايماً قناع ليه ما بتقلعش القناع؟ ما أنا طالع قدامك خالد لأنه إنتوا اللي عايزين خالد النبوي غيري إنتوا اللي عايزين تعملوا أساطير عايزين حد بعينه شوفوا لكوا حد بالذات ركبوه وإقبلوه إنما أنا تقبلوني زي ما أنا قلعت القناع بنسبة قدقين نهاردة والله 100% جاوبتك أي إجابة هجاوبها لأي حد وقفني في الشارع بعد ما قربنا من الأنا وخالد النبوي قال كل لجواه حابب تقول حاجة تانية؟ يمكن أبقى عايز أقولك إنه طول الوقت مشغول بإني أبعد الأنا بتاعتي عشان الشخصية اللي بلعب إن أنا عايز طول الوقت أنا ما بقاش موجود عشان الدور اللي بلعب وهو لي بقى موجود الشخص اللي بقى عمل شخصية طوال لي بقى موجود أنا بشكرك النهاردة قربنا من الأنا لخالد النبوي من غير ما نصدر أي أحكام وهو ده اللي نعمله في برنامجنا بنقرب من الإنسان والأنا بتاعته من غير ما نحكم عليه استنونا في أنا جديدة وحلقة جديدة أشوفكوا على خير واتسبوع على خير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة